مرحبا بداية أخبارنا مع تقرير جديد بيكشوف تورط فيسبوك من أكتر من عشر سنين ببيع ومشاركة بيانات المستخدمين مع كل من أبل، سامسونج، مايكروسوفت، بلاكبيري وغيرهم وهالموضوع بلش وقت قررت فيسبوك إنشاء تطبيق لشبكتها على الهواتف الذكية الشي اللي خليها تعمل شراكة مع مصنعي الهواتف تضمن حصول 60 شركة منهم على بيانات المستخدمين مقابل تطوير الشركة لتطبيقات طبعا فيسبوك نفت فورا هالموضوع وقالت إنه برغم وجود معلومات صحيحة بالطرير إلا أنه سبب قيامة بتطوير التطبيقات بشكل خاص على الهواتف هو لعدم وجود متاجر للتطبيقات قبل عشر سنين ومن الفيسبوك ننتقل لتويتر مع نصائح للبنات قبل المونديال تصدرت قائمة التوب تريندينج على التايم لاين ومن أبرز هالنصائح يلي عم يتم تداولها للصبايا التنويه أنه كريستيانو رونالدو منتقل من ريال مدريد للبرتوغال وإنما عم يلعب مع البرتوغال لأنه أصله برتوغالي تانيا الشاب يلي لبس أصفر وعمير كود هيدا هو الحكم أما أهم النصائح في متجر بتسألي شو يعني أفصيد لأنه احتمال يخلص كأس العالم وأنت عم تقليله مفهمت ولكن أخبار الرياضة مش بس مسيطرة على مواقع التواصل وأنما أيضا على الامتحانات الجامعية وهالشي من بعد انتشار صورة لامتحان كلية الحقوق بجامعة دمشق طرح فيها دكتور المادة سؤال عن الحكم الآنوني لقضية محمد صلاح وسيرجيو راموس ليشكل هالسؤال مادة داسيميلة رويد مواقع التواصل يلي البعض منه نوصف دكتور المادة بالمشجع المهزوم لبرشلونا أما البعض الآخر فاعتبروا أطرف وأثقى سؤال كونه ربط الامتحان بالواقع ومع هالخبر أنا بدي أودعكم لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر انستجرام سناب شات وعلى أكيد ما تنسوا تتاج عند هاشتاك ترينز أنا أعجب أن أعرف أن أعرف أن أعرف أن أعرف كونه رابي نشعر جديد باي